يحتفل الاتحاد العام لعمال الكويت بليوبيل الذهبي لتأسيسه كما افتتح المقر الجديد لمعهد الثقافة العمالية نصف قرن من الزمن كان الاتحاد العام يولي اهتماما استثنائيا للثقافة العمالية والتدريب النقابي انطلاقا من قناعته بأن الحركة النقابية الحديثة تعتمد على الغيادات الواعية والمثقفة والمستنيرة بالعلم والمعرفة الحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا في السيديو سكرتير العام لاتحاد العمال الكويت الأستاذ محمد العرادة اياك الله وهذه الساعة المباركة بداية لو نسأل ينظم يمكن الاتحاد العام لعمال الكويت مناسبة اليوبيل الذهبي حدثنا عن هذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل الشكر والتقدير لكم في قناة المجلس لتسليط الضوء على أهمية العمل النقابي والاحتفالات التي يقيمها الاتحاد العام لعمال الكويت واجب نستغل هذه الفرصة بداية نرفع أجمل آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي الأهد والحكومة ورئيس مجلس الأمة ومناسبة العام الجديد نتمناها عاما سعيدا مليئا بالاستقرار والأمن والأمان على بلدنا الكويت طبعا الاتحاد العام لعمال الكويت يحتفل مناسبة خمسين عام على تأسيسه بإذن الله في الاحتفال الكبير يوم الأثنين القادم إن شاء الله في فندق النخيل بحضور عدد كبير من المنظمات الدولية والعربية منها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي العربي لغمان النقابات العرب والاتحاد العربي للبلديات والسياحة وأيضا الاتحاد الدولي للنقل واتحاد الخدمات العامة والعديد من المنظمات الدولية راح تشاركنا بالإضافة إن شاء الله رح يشاركون ووجهنا الدعوات إلى الأخوة والزملاء الوزراء والنواب ورابعنا في الحركة النقابية الكويتية وجميع منظمات العمل النقابية الاتحاد العام لعمال كويت خمسون من العطاء وشهر في عام 1967 ومازال هذا الاتحاد ينضب في العطاء من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية ومن أجل مصالح الطبقة العاملة الكويتية طبعا الاتحاد العام لعمال كويت من أهم أهدافه هو الدفاع عن الحركة النقابية وإنما الوعي الفكري لدى الطبقة العاملة والمحاولة في سن بعض التشريعات التي تحمي الطبقة العاملة كونها العنصر الأساسي في منظومة الإنتاج الثلاثية سيد محمد نحن بدورنا أسرة برنامج كويت اليوم تهنيك مبرور خمسين عام من العطاء فعلا لهذا الاتحاد طيب قد يتسأل الناس شنو ممكن يكون فيه برامج أو أنشطة احتفالا باليوبيل الذهبي طبعا الاتحاد العام لعمال كويت بقيادة أخي وزميلي محمد الحضينا رئيس الاتحاد وضعنا خطة مع المجلس التنفيذي لوضع العديد من البرامج والأنشطة بمناسبة هذه الاحتفالية منها افتتاح المقر الجديد لمعهد الثقافة العمالية وأيضا عملنا ندوة للمؤسسين الحركة النقابية شاركونوا فيها المؤسسين اللي أسسوا الاتحاد قبل خمسين عام وكانت فرصة سعيدة أنك تلتقي بهذه الوجوه الطيبة التي تعد كنز لا ينضب من العطاء وأيضا افتتحنا مؤخرا المقر الجديد لمجلة العامل كان السبوع اللي فات وأيضا إن شاء الله قدن الأربعاء الدعوة موجهة للجميع افتتاح معرض الصور التاريخية للحركة النقابية خلال خمسين عام عملنا معرض توثيقي للأحداث اللي حدثت في الحركة النقابية سيد محمد يمكن لو بستعرض إياك الخمسين عام أبرز إنجازاتكم اللي تفتكرون فيها في اتحاد العمال طبعا خلال خمسين عام حقق الاتحاد العام لعمال كويت العديد من الإنجازات أنا ما أقدر أذكرها كلها لكن أذكر أهمها على سبيل المثال للحصر طبعا حصول المرحوم رئيس الاتحاد العام لعمال كويت ناصر الفرج على رئاسة الاتحاد العربي لعمال البلدية لعمال النقابات العمال العرب هذا كان من أهم الإنجازات وأيضا حصول رئيس الاتحاد السابق حسين عبداللطيف الصقر على رئاسة الاتحاد العربي للمتقائدين والأمين العام المساعد في منظمة العمل العربية كان من أهم الإنجازات أيضا حصل زميلي رئيس الاتحاد السابق فايزم طيري الآن على مدير عام منظمة العمل العربية وزميلي السابق رئيس الاتحاد أخي الكبير ثابت الهارون على مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت وزميلتي الدكتورة سناء العصفور حصلت على سفيرة للنواية الحسنة أيضا هي رئيسة لجة المرأة ونعم بجميع من ذكرته لكن في أسماء أكيد ضلة محفورة في حتى المقر اليديد إن شاء الله مباركي طبعا المقر في المقر اليديد رح يكون موجود مكان مخصص في أسامي ناس أسسوا هذا المكان من هم مؤسسين هذا الاتحاد طبعا مؤسسين الاتحاد العام لعمال كويت هم خمس أشخاص اجتمعوا في 25-12-1967 في منطقة الغادسية وأسسوا هذا الاتحاد هم حسين عبداللطيف الصقر كان رئيس الاتحاد الغطال حكومي وحسين اليوحة كان نائب الرئيس الاتحاد الغطال حكومي وأحمد سعيد الأصبحي اللي اعتمناه للشفاء العاجل كان رئيس نقابة الكهرباء وحسن فلاح الأحسن كان رئيس الاتحاد البترول وضيف الله فلاح كان رئيس نقابة قديمة اسمها أمين ويل هؤلاء الخمسة هم النواه الأساسية لتأسيس الاتحاد العام لعمال كويت وهم من وضعوا الحجر الأساس للاتحاد العام لعمال كويت سؤال الآن سيد محمد بعد هذه المسيرة الطويلة وسلسلة الإنجازات وعكاسات هذه الإنجازات على الحركة النقابية عندنا من كويت طبعا ما في شك أن أي إنجاز يحقق لأي منظمة نقابية ينعكس في الداخل خصوصا داخل كويت احتلت حركتنا النقابية مكانا متقدمة ومرموقة خصوصا في داخل المجتمع الكويتي وخارجيا طبعا لما يكون عندك قيادات نقابية واعية وصلت لهذه المستويات ينعكس إنتاجها وينعكس مردودها على مستوى النقابات داخل كويت فتجد نقابات فاعلة نجد نقابات متسلحة بالعلم متسلحة بالقوانين تمتد قوتها من دستور دولة الكويت من الاتفاقيات الدولية من قانون الأعمال ما في شك أن نقاباتنا الآن في الاتحاد العام لعمال كويت هم من النقابات الفاعلة اللي نتمنى إن شاء الله أن تعود لوضعها الطبيعي وأن يكون هناك استقرار وعودة للمواجهة وأقصد في المواجهة اللي هي تحمي الطبقة العاملة من أي قانون ضار أو من أي قرار ضار يضر هذه الطبقة العاملة طيب دوركم في الدفاع عن العامل مهم جدا ولكن هم بعد أنت شون تشجع العامل على أن يبدع في عمله يعني كاتحاد طبعا ما في شك أن العنصر البشري أو العامل هو أهم عناصر الانتاج كونه أهم عناصر الانتاج هذا العامل إذ لم يجد نقابة تحميه نقابة تتواصل معه نقابة توصله المعلومة الصحيحة نقابة تعرفة على حقوقه على الواجبات التي يقوم فيها طبعا طبقتنا العاملة الحين في الكويت تواصلنا معها بشتى المجالات سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق اللي راح نتحدث فيه عن طريق معحدة الثقافة العمالية أو عن طريق الندوات اللي نعملها في الاتحاد العام أو لقاءاتنا مع المسؤولين أو حتى لقاءنا هذا في التلفزيون يعد تنويه للطبقة العاملة وين تروح إذا انظلمت روح إلجأ لنقابتك هي من يدافع عنك هي الممثل الشرعي لك في وقت الضل سيد محمد أقصد هل هناك ندوات تثقيفية بحيث أن أنت مثلا في تخصصات معينة عندكم إحصائيات بقطاعات وعدد الكويتين الموظفين في هذا القطاع بحيث أن أنت مثلا لو كان في القطاع النفطي مثلا نتسوي له ندوة فيما يخص القطاع النفطي اللي يشتغل في قطاعات أخرى تسوي لهم مثلا تيب لهم محاضرين في اختصاصه طبعا هذا اللي تفضلت فيه الكلام هذا هو من اختصاص مع حدث الثقافة العمالية هذا اللي بنسولف عننا بنسولف عننا إن شاء الله شرح كبير إن شاء الله في هذا الموضوع إن شاء الله أيضا لو بسأل عن التحديات والعقبات اللي واجهتكم أكيد في الخمسين سنة هذه مرة تليكم تحديات والعقبات كانت صعبة على اتحاد العمالية شنو كان من أبرزها طبعا التحديات اللي واجهت المؤسسين وإحنا كمنا معاهم وراح تواجه الأخوة اللي راح يجون بعدنا في الاتحاد العام كبيرة للأمانة من أهمها إنك شون تواجه أي قانون ضار للطبق العامل عندك سواء قانون الخصخصة أو الضرائب أو الرسوم أو معالجة القوانين القديمة اللي صار لها ثلاثين واربعين سنة لازم تعدل لازم أنت تحط رؤيتك فيها من أهم العقبات اللي تواجهنا الآن إن إعادة الاستقرار للحركة النقابية الكويتية للنقابات الحرية النقابية من أهم التحديات اللي تواجهنا أيضا عندنا نواجه يعني عمل جبار وهو خطة التنمية رؤية الكويت عشرين خمسة وثلاثين سيكون هناك عندك آلاف من العمال كيف يجدون تنظيم نقابي يحميهم كيف تتواصل معهم كيف يكون هذا العامل عنده وعي إنه في حالة وقوع الظلم عليه من الشركة أو من أي جهة إنه يلجأ للاتحاد العام لعمال كويت بهذا الموضوع أنا عندي سؤال قل لي إحنا كذا سؤال نقوله ولكن نرجع حق معهد شنو اسمه؟ الثقافة العمالية الثقافة العمالية وإحنا نبي سألت كذا سؤال من ناحية اللي هو شو ممكن ثقافة عام نخليه يبدع ما خذيت إلا إجابة معهد الثقافة العمالية طيب شنو هو معهد الثقافة العمالية؟ أسس في 1972 وهو أحد المؤسسات الثقافية للاتحاد العام لعمال الكويت وهو المسؤول المباشر عن رفع الوعي النقابي لدى الطبقة العاملة وتثقيفها من خلال الندوات والدورات وورش العمل أي موضوع يطرح على الساحة الجديدة نحن نعمل له ندوات نتواصل مع العمال مثلا قانون التأمينات قانون الخدمة المدنية انتقف العامل أعرف حقوقك انتقف العامل مفاوضات الجماعية انتقف العامل كيف أنك تحاور المسؤول أو الوزير انتقف العامل في كافة الشؤون الثقافية اللي تواجه خلال مرحلته في العمل هذا المعهد للأمانة أقامل عديد من الدورات سواء داخل الكويت أو خارج الكويت لدينا تعاون مع العديد من المعاهد الثقافية على مستوى الوطن العربي والدولي سنترح أيضا في سؤالكم شنو الخطط اللي راح يعملها معهد الثقافة العمالية مستقبلية هذا كالسؤال القادم خططكم مستقبلية شنو ممكن يكون معهد الثقافة العمالية وهو للأمانة الآن نسعي إلى وضع استراتيجية أن يكون عنده توأمة مع العديد من المعاهد أو الجامعات العربية أو داخل الكويت أو الكليات داخل الكويت أن يعمل تثقيف للطلبة القادمين لسوق العمل وأيضا توأمة مع المعاهد أو الجامعات العمالية في الدول العربية أو الصديقة من خلال تبادل الدورات والورش العمل والدورات التثقيفية اللي تهم العامل العامل اليوم يبيل أحد يوجهه يبيل شنو قانون مثلا التأمينات لازم نشرح له لازم نشرح بنوده شنو قانون الخدمة المدنية شنو لك شنو عليك إجازاتك عقوبات قانون العمل ستة على الفين وعشرة فيه العديد من البنود اعرف في العامل أنت وين أنت رايح إذا غبت كم ينخصم عليك إجازاتك السنوية العطل الرسمية لازم يكون عندك منارة ثقافية تتمثل في معهد الثقافة العمالية للطبقة العاملة توجهها شنو لها من حقوق وعليها من واجبات طيب هذا فيما يخص معهد الثقافة العمالية أنا عندي وعيد سؤال فعلا ترى إذا عندك شيء يقول مرحي لا يقول طيب معهد الثقافة العمالية يعني هذا يعني مثل ما يقولون يعني يعطي دورات وندوات ويثقف العمل فيما يخصه من حقوق وواجبات ولكن هل كتعاون بينكم وبين المعاهد الخارجية بره فيه إيفاد مثلا لتعلم شيء معين يخص المعهد مرة ثانية ويصير في المعهد نفسه موظفين منه وفيه أيضا عمال طبعا أنا شرحت لك مساء أن معهد الثقافة العمالية لديها العديد من التعاون من الجامعات بره الكويت والمعاهد ثانية يصير هناك تبادل دوري أو سنوي أن نقيم ندوه مثلا في جمهورية مصر العربية نرجع للكويت ونقيم دورة في الكويت معهد الثقافة العام العمالية وهو مسؤول عن تثقيف الطبق العام للكويتية ليس الطبق العام للكويتية فقط جميع العمال في الكويت نعمل لهم دورات خصوصا العمالة الوافدة جميع الجاليات نثقفهم شنو لك من حقوق شنو لك من واجبات إذن يعني انتقالكم مثلا إلى جمهورية مصر العربية وإقامة ندوة هناك رح تكون لمنه يشارك فيها النقابيين يشارك فيها أعضاء الجمعيات العمومية اللي إحنا انتقفهم ونأهلهم هذه الكوادر النقابية للمستقبل أعرف حقوقك شنو لك مواجبات النقابي اليوم لازم يعرف لما يدخل على الوزير أو على المسؤول شلون يحاوره لازم يكون متسلح لا يمكن أي نقابي يدخل على مسؤول وهو معارف شنو الموضوع لازم يعرف القانون لازم يعرف القرارات اللي صارت يناقش الوزير يناقش المدير هذا القرار خطأ هذا القرار فيه ظلم للفئة المعينة هذه اليوم معحد الثقافة العمالية عليه مسؤولية كبيرة واللي أتمنى لهم زملائي في المعهد إن شاء الله أنهم ينجحون في استراتيجية القادمة لهم في هذا الموضوع إن شاء الله جميل أنا ودي أعرف عن المعهد بما أنه ابن طاري المعهد دور الإعلامي وينه؟ مفعل إلى الآن غايب في قادم وين الدور الإعلامي؟ أنت تقصد الدور الإعلامي النقابي للأمانة الدور الإعلامي النقابي وأنا أتحدث بكل صراحة ما زال متواضع دور الإعلامي النقابي اليوم نحن نجده في مجلة العامل مجلة العامل عندنا اليوم متأسست من 1975 مجلة فيها عدة أبواب هذه المجلة هي صوت العمال تطرح قضاياهم تطرح حمومهم فيها عدة أبواب نحط فيها نوجه فيها للطبقة العاملة وين أنت تروح في حالة الظلم روح ألجأ النقابتك نشجحهم على انتساب للنقابات نحط فيها لقاءاتنا أنشطتنا فعالياتنا كل شيء موجود في مجلة العامل اللي افتتحنا مقرها الجديد واللي أبارك لهم قبل أسبوع ساذة محمد نجدد المباركة لكم بيئة المقر الجديد وأيضا بمرور 50 عام واليوم إحنا احتفالياتنا معاكم في كويت اليوم على مرور 50 عام والإيفنت اللي إن شاء الله رح يقام متى؟ إن شاء الله يوم الاثنين الجاي 15.1 الساعة 7 في فندق النخيل إن شاء الله والدعوة للجميع أخواني النقابيين وجميع الشعب الكويت بس ما يمنعنا بعد الفاصل أخذ منك إجابة على آخر القوانين اللي أنصفت العمال فاصل أخواني 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 مرة ثانية في كويت اليوم ومعي في الأستوديو السكرتير العام للإتحاد العام لعمال الكويت السيد محمد العرادة ونحتفل بمرور 50 عام على هذا الاتحاد قبل الفاصل كنت أسئلك يعني كان حديثنا عن معهد الثقافة العمالية ولكن ودي أعرف الحين بما أن نحن يبنطاري مجلة العامل اللي يشتغلون في مجلة العامل من أهمها طبعا مجلة العامل هي أحد المؤسسات الإعلامية للإتحاد العام لعمال الكويت عندها مجلس إدارة رئيس التحرير هو رئيس الاتحاد العام ونائب الرئيس هو نائب رئيس التحرير وأيضا لها مجلس إدارة بقيادة زميلي الإعلامي مطلق بناحي الاعتيبي هو مدير المجلة عندنا أكثر من محرر عندنا صحفيين عندنا طاقم إعلامي يشتغل في المجلة دور عليهم كبير طبعا في مجلة العامل أنك شلون توصل هالقضايا والهموم وتطرحها بشكل مبسط للطبق العاملة أو لمنظمات المجتمع المدني داخل دولة الكويت طواتكم القادمة لا شك أنها ستكون مدروسة لكن خلونا نعرف شنو نحتاج إحنا الآن شون ينقصكم وشون ينقصنا كثقافة مجتمعية طبعا هذا الدور وهذا المطلب أساسي أنه كمعهد الثقافة العمالية يتركز على أهم متطلبات الحركة النقابية أو المجتمع الكويتي خصوصا بشكل عام تقرس الثقافة العمالية موضوع الثقافة العمالية موضوع صعب جدا أنك توصل إلى ذهن العامل وتخليه يعرف ويتوجه بتفكير نقابي معين لنقابته لا بد أن يكون عندك خطوات ملموسة على الأرض الواقع دورة معينة ندوة معينة ورش عمل معينة استمرارية تواجدك في الساحة الإعلامية سواء المقروعة أو مواقع التواصل الاجتماعي في كل موقع لازم يكون الثقافة العمالية نبدأ نطورها نبدأ نغرس حب أن هذا العامل أنه ما يترك حقه في نفس الوقت يعطي واجباته المطلوبة منه سيد الحمد أنتم موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي فضل من الله عز وجل عندنا موقع للاتحاد العام لعمال كويت في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا مجلة العامل وأيضا معحد الثقافة العمالية لدينا الموقع الرئيسي للاتحاد العام لعمال كويت يقدر أي من الأخوة العمال أو الطبقة العاملة أي ثرد في المجتمع يدخل على هذا الموقع يعتبر صحيفة أكترونية دائما الأخبار متجددة فيه الأنشطة البرامج الفعالية عشان شديد سألتك هذا السؤال لأنه إحنا وصلنا لزمن صار الإنسان فيه سريع غير تلفونة ما يتصفح فوجود مجلة ما احترامي لجميع من يعمل فيها هو طبعا ما هو عيب فيهم وهو عيب في التطور السريع اللي صار في الفترة الأخيرة فوجود حسابات في تويتر مثلا إنستغرام بعض التطبيقات اللي موجودة في تواصل الاجتماعي أحس رح يكون أفيد للعامل طبعا كلامك صحيح الإعلام دائما يكون نصف المعركة والإعلام النقابي عندنا احنا في هذه الدورة بعد استلامنا قبل ثلاثة شهور لقيادة الاتحاد العام لعمال كويت مركزين على الإعلام النقابي بالإضافة إلى مجلة العامل هناك العديد من مواقعنا الإلكترونية في تويتر في إنستغرام تكون داعم لأنشطتنا داعمة لإستراتيجيتنا خل الناس تشوف شنه الاتحاد العام لعمال كويت يعني على كلامك صحيح وأنا أيدك فيه إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الآن حتى الناس تقراها تقرى الحدث قبل لا يصدر في الجريدة الورقية نعم البارح كان عندنا انتخابات لنقابة التربية وهني الفائزين في هذا المجلس نشر الخبر قبل الجراية تطبع وكل شيء تعرف لنا الحين وانت في سيارتك وانت في مكتبك وانت في بيتك وانت في دوانيتك تقرأ الأخبار تتصفح الأخبار من خلال جهازك نعم فنعم مواقع التواصل الاجتماعي مهتمين فيها ننشر فيها شنو لنا شنو علينا وأصبحت هي تثغيف ترى يعني عندنا موقع للعمالة الوافدة قاعد نحط فيه أنه نخاطب العمالة الوافدة اللي داخل دولة الكويت نخاطبهم من خلال هذا الموقع عندنا موقع في تويتر أيضا للجنة المرأة العاملة خل النساء العاملات اللي في الكويت تدخل على الموقع وتشوف شنو دور لجنة المرأة في الاتحاد العام تتواصل معاهم حطي لهم مكتب تعالي انتي عندك مشكلة رحتي للنقابة ما نحلت تعالي عندنا في الاتحاد العام نحط نشارك قاعد نسوي ندوات وقرش عمل للمرأة نعم تعالي اعرفي حقوقك واجباتك شغالين على هذا الموضوع تواصل الاجتماعي المواقع هي العصر الإعلامي الحديث نعم ونحن متبسكين في هذا السلاح رسالتك الأخيرة رسالتك الأهم سيد محمد اللي دائما ما تكررها كاتحاد عمال شنه المشتبع طبعا الرسالة الأخيرة أن الاتحاد العام لعمال كويت أهدافه وطنية مستقل لا يتبع أي تيار فكري ولا ديني ولا سياسي هدفنا وحبنا الأول للكويت هدفنا حماية الطبقة العاملة ورفع الظلم هدفنا أن الاتحاد العام دائما بإذن الله أن يكون في مقدمة منظمات المجتمع المدني في الدولة بإذن الله بس شيء معلوم عدد المنتسبين على النقابة أنت تقصد شنه نمثل من عدد عمال اللي نمثلهم في الاتحاد العام الاتحاد العام لعمال كويت يمثل كل إنسان عامل في دولة الكويت سواء كويتي أو غير كويتي سواء العمالة الوافدة اللي حن نسميها أو العمالة الكويتية بالنسبة للكويتين هل انضمام يعني تلقائي بما أنه توظف في شركة مصنع أي أن كان هل هو واجب طبعا هذا السؤال جدا مهم المادة 43 من دستور دولة الكويت لما صدر الدستور حطت أن حرية تكوين النقابات والجمعات التعاونية اللي هي حرية الاختيار ما تجبر أي إنسان أنه ينضم إلى نقابة معينة أو اتحاد معين بالتالي نحن من التزمين في هذا إذن في ختام هذا اللقاء شنو كلمتك لأي شخص ما انضم إلى نقابة شنو توجه لرسالة في ختام هذا اللقاء طبعا المنظمات النقابية هي الدرع الواقي لأي عامل في دولة الكويت فأنا أنصحهم أنهم ينضمون إلى النقابات العمالية والاتحادات وخصوصا العاملين في القطاع الخاص نعم أنهم ينضمون إلى نقاباتهم اللي أشرت حديثا وعندهم اتحاد العامل في القطاع الخاص هذا القطاع الاتحاد يدافع عنهم وعن حقوقهم أتمنى من جميع العاملين في القطاع الخاص سواء العمالة الوافدة أو العمالة الكويتية أنهم ينضمون إلى النقابات اللي حمايتهم في المستقبل أخيرا أغلب المشاكل اللي قادت واجهكم شنو كالتحاد عمران في مشاكل معينة قادت واجهكم أي تنظيم نقابي تعاوني رياضي عنده مواجهة دائما عنده مشاكل عنده تطلعات احنا أهم التحدي الآن يواجهنا وهو عودة الاستقرار للحركة النقابية في المستقبل وأن الوحدة النقابية ترجع مثل ما كانت سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت الأستاذ محمد العرادة شكرا جزيلا لك على اجتداء وقتك لنا وحضورك معنا في الاستيديو ابتداء احنا نكون طبعا احتفلنا بمرور خمسين عام على الاتحاد العام لعمال الكويت بالإضافة لإفتتاح معهد الثقافة العمالية الف مبروك لهذا المعهد وللاتحاد